بسم الله الرحمن الرحيم من طلاب الثانوية العامة أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرناميكم مدرسة على الهواء أحبائي دي الحلقة الأولى إن شاء الله في مراجعات إليدة الامتحان أتمنى طبعا تكونوا أديتوا في شكل كويس جدا من مهاردة في اللغة العربية وتكون فاتحة خير بإذن الله عليكم طبعا إدارة القناة حرصت على أننا نبدأ إنجليزي بادري المهاردة نعرفين اللسة طبعا في مادة في النص الاقتصاد الإحصى ولكن هنبدأ إنجليزي النهاردة لغاية يوم الثلاثة إن شاء الله على أساس نراجع كل جزئيات المنهج ناس كنت تشتكي دايما تقول إن الوقت الإنجليزي ما كانش كافي لا دلوقت إن شاء الله يبقى قدامنا النهاردة ساعتين مع بعض من ثمانية العشرة بإذن الله كمان بقرة فيك نفس التوقيت من ثمانية العشرة عندنا كمان بإذن الله بعد كده يوم الاثنين هيبقى من عشرة ونص الصبح لعشرة بالليل وكمان يوم الثلاثة عشرة ونص الصبح لعشرة بالليل كمان يعني أصدق أول في أكتر من 18 لعشرين ساعة مراجعة شاملة على الهوى طبعا هلأ قد كلها كمان بتعاد على أساس اللي مذاكرش خالص ممكن يذاكر معانا وبالتفصيل تمام طبعا الناس كابت تشتكي يعني من جزئيات معانا في الامتحان زي مثلا سؤال تشوز مثلا أو سؤال مثلا دايلوج أكيد إحنا الامتحان بتاعنا ستة أسئلة هنناقش كل سؤال بالتفصيل وهنركز كمان على أسئلة بتاعة المهارات اللي هو مثلا دايلوج كمان نكتب إزاي نكتب كامبزيشن أو كموضوع تعبير باراغرف أو إزاي نحل مثلا ترجمة لإضافة طبعا للتركيز على أسئلة القصة والكريتكال تينكينج فيها كمان وكمان في أسئلة التشايسز اللي هي موجودة طبعا في المنهج بتاعنا إذا كان طبعا ذيكاب أو جرامر كل النصيحة طبعا نحن نقعد كده باستمتاع وأكيد طبعا عند سؤال يتفضل ونقعد نركز في كل كلمة هنقولها من النهاردة لغاية إن شاء الله لغاية ما ندخل دايمتحان العربي كان سهل وكان بسيط على طبعا زي ما قالوا أسئلة اللغة العربية ولكن اللي عايز أقوله أنه إحنا اللي فات زي يقوله كده مات انتهى محدش يفكر فيه اللي فات تفكر دايما في اللي جاي يعني بلاش إن إحنا نقول أنا عملت إيه في العربي أو حليت أو ما حليتش أو كذا لأ خلاص إنت كده وضعت الورقة بين يالي الله سبحانه وتعالى وتركز فيه اللي جاي نبدأ نركز كده ونشوف المادة عليها الدور صحيح الاقتصاد والإحصاء مواد نجاح وسقوط ولكن لا تضافل المجموعة طبعا كلنا عارفين عشان كده إحنا هنذاكرها طبعا ونذاكرها في شكل كبير جدا ولكن معاها كده نذاكر لغة إنجليزية اللي هنبدأها النهاردة مع بعض إن شاء الله ودي خلكم فاكرين كده هنسميها كده الحلقة الأولى في مراجعة ليالي الامتحان للغة الإنجليزية يا رأيكم نبدأ بالسؤال المهم جدا سؤال الديالوج كنا عارفين إن إحنا بيجينا محادسة ويبقى عندي دايما فيه ست فراغات المطلوب مني إن أنا أتخيل نفسي أحد المحاورين في الديالوج وأبدأ أشوف يا ترى هو سؤال أعايز إجابة ولا إجابة مثلا مطلوب مني أكون سؤال ولا يعني موقف وأنا عايز مثلا أتفاعل معاه يعني أصدقوا لي إن دايما في الديالوج بيبقى فيه أشكال معينة للفراغات وإزاي التعامل معاها تعالوا نشوف كده على الشاشة عندنا إيه اللي ممكن يكون مثلا فيه المحادسة أو الديالوج اللي إحنا ممكن الفراغات دي ممكن تستكمل بإيه نبس كده مع بعض بيقول لي دايالوج فنش دف فالوانج دايالوج هيبانوا قدامكم على الشاشة ياس أزيكان سي ده شكل السؤال نفسه لو بيقول لي أكمل المحادسة الآتية أو في الإنذا سبيسز أكمل الفراغات أشكال الفراغات ممكن تكون كالآتي ممكن تكون سؤال ومحتاج إجابة بمعنى لو جاني مثلا قال لي وكان فيه فراغ بعد كده أقول مثلا والناس هتركز وردد في الباست فعلى طول بجاوب بنفس التنس بتاعي يو اتحولت لآي وديتنا على طول تمام أو قد يكون عندي الإجابة نفسها هي الموجودة مكتوبة عندي بيه مثلا ويبقى فيه نقط في الجزء الأول فالمطلوب طبعا أن أكون سؤال وأنا أكيد هوركو درواتي إزاي أكون سؤال فطبعا إذا كنت بسأل عن الأسر فبختار طبعا المكان فبسأل بكلمة وار دي كويسشن وارد أو كلمة استفهام على طول بعدها دايما بيبقى الاجزلري فيرب الفعل المساعد بتاعي أو الهلبنج فيرب فإذا كان ترافل ماضي فبجيب دايما فيرب دو في الماضي لكلمة دد يبقى كلمة استفهام بعدها فعل المساعد بعد كده الفاعل بتاع الجملة اللي هو إنت يو وبعد كده الفاعل الأصلي كلمة ترافل طبعا ترافل اتأثرت بكلمة جد فجدت طبعا مصدر أوكي وكملت where did you travel last week الإجابة I traveled to the other ده شكل من أشكال الفراغات اللي ممكن تيجي في الديالوج إن يكون عندي إجابة وعايز سؤال أو سؤال وعايز إجابة الشكل التاني يا حباي ممكن تكون جملة خرارية ومحتاج برضو الرد عليها بجملة خبرية يعني يكون statement وعايز كمان statement how يعني مثلا حد بيقولك I saw you hurrying toward the station yesterday I saw you شفتك hurrying الناس طبعا تلاحظ إن كلمة see الفرب نفسه إذا كان see أو so أو seen بعدية إذا كان مفعول زي كلمة you في شكل من اثنين يا إما hurry مصدر بدون إضافات إما hurrying يعني لو قلت مصدر آيسو أحمد محدش يقولي هاريز لا آيسو أحمد hurry أو hurrying ليه الفعل see والفعل here اللي هو يسمع دايماً بعديهم مفعول ودايماً مصدر بدون إضافات أو يكون صيغة فيها على اساس لو كان مصدري وشفت الحدث ككل لو شفت جزء من الحدث شفتك بتجري باتجاه المحطة بالامس انا هنا بعملك حاجة زي كده عصف زهني لو حد مثلا تخيل نفسك في الموقف ده حد يقولك انا شفتك بتجري نحط المحطة يعني بأكد هو بيسألك عايز يعرف كنت بتجري ليه معنى صح او عايز اسألك يعني عايز لك why were you hurrying toward the station yesterday مثلا أتطوله على طول يسأنا بأكد على كلامه يسأنا بحاول كنت بحاول الحق بالقطار للقاهرة عارفين كنا كلمة catch عكس على طول كلمة miss miss يعني لا يلحق بشي لكن كلمة catch means of transportation وسيلة موصلة فشفنا كده الشكل التاني قد تكون جملة خبرية يعني افترض مثلا مكتوب عندي الجملة بتاعت كده i saw you hurrying toward the station yesterday وفيه في الجملة التانية او بي كان فيه نوات اخذ من نفس الكلام كأنه بيقول لي ليه كنت بتجري فولت له ايوة انه كنت بحاول الحق القطار طبعا وده بيبقى وفقا للسياق بتاع المحادثة بشكل عام الشكل التالي تحت باقي ممكن تكون جملة خبرية والرد عليها برضو بصيغة تعجب وبعد كده اسأل سؤال او جملة خبرية يعني ايه تاني حد يقول لي مثلا جملة my brother has had a terrible accident has had the prism perfect مضارع تيم terrible accident حدثة مروعة وسبني فطبعا انا بالنسبة لتفاعل مع الموقف الاول قلت what a pity what a pity يعني انت هنا في حصرة او زعل على ان ده حصل مع حدثة وبعد كده تروح اي الجملة خبرية مثلا زي ايه it will be impossible for him to attend school for a long time it will be impossible من الصعب او المستحيل for him it will be impossible يبقى لازم توزع المصدر to attend school يحضر المدرسة for a long time تمام او قد يكون ردك oh when did it happen رديك بجملة تعجبية او صيغة تعجب oh استغراب وبعد كده قلت لي when did it happen when did it happen حصل امتى الكلام ده تمام يبقى شفنا تاني ان لو جاتني جملة خبرية حد بيقول لي my brother has had a terrible accident وسبني b فيها نوعات قلت له what a pity it will be impossible for him to attend school for a long time او b برضو ممكن رد يقول oh when did it happen تمام طيب هل في شكل رابع اه ممكن يجي عندي ايه سؤال والرد عليه كمان بسؤال يعني ايه how can i help you بتشوفها كتير جدا مثلا في لو رحت مثلا فندق او رحت مثلا اه محل او كذا فتلاقي حد ايه طبعا ال assistant او receptionist ايا كان الشخص انه بيقول لك how can i help you يعني بيعمل offering help عرض للمساعدة فانت رايح فندق مثلا فممكن تاخدها خلينا مثلا حطيلي علامة استفهام يعني بي حطيلي نوعات علامة استفهام يعني قاصد يطلب مني سؤال هو لو انا مثلا رايح فندق وقاللي how can i help you كان ممكن لو جملة خبرية i want to book a room مثلا please يبا دي جملة خبرية i want to book a room please لكن لو لايت استفهام ما فيش مشكلة قالوا yes could i book او can i book a room please هل لي ان احجز غرفة لو سمعت كنت بتبك بمعنى يحجز احبائي yes فطبعا رجل بيكمل كلامه ويقول لي single or double single or double يعني حجرة مفردة ولا مزدوجة يبا تاني ممكن يكون سؤال وارد عليه كمان بسؤال مش بالضرورة السؤال بيشترط ان انا ارد عليه بجملة خبرية ممكن يكون سؤال وبعد كده حطت نقط وعلم تستفهام كمان فنخلي بالنا ممكن اقول yes could i book a room please تمام بيكمل كلامه وقاللي single or double في شكل كمان خامس حبائي ممكن يقول لي مثلا موقف لغوي معين situation وارد عليه بشكل منطقي يعني ايه يعني بسلا حد بيقول لي يعني يجب عليك ان تتوقف عن التدخين والناس طبعا تلاحظ انك لو جيب بعدها صيرة يتوقف عن عمل الشيء يبطلو لكن لو جيب بعدها زائد مصدر يبا يقف لكي يفعل نحاول اي شيء في السكة كده بيقابلنا نحاول نلقي نظرة عليه تمام يبا تاني you really should stop smoking حد بيقول لي يجب ان تمتانع عن التدخين ده موقف فشوف بقى رأيي انا ايه اعتبرت ده موقف والرد علي بشكل منطقي ولتلو I know I should I will think about it I know I should اعرف ان انا اجب اتوقف عن كده I will think about it هفكر في كده تمام طيب ممكن حد مسلا يقول لي موقف كمان what about going مثلا to the cinema حد يبا يقترح الذهاب للسينما تمام وسبني اكيد اذا ده موقف لغوي معين وانا بتعامل معاه وفقا لمعرفتي بتعامل ازاي لو انا مسلا شايف ان ده suggestion اقتراه فالناس لو انت عندك approval استحسان للموقف هتقول لي مثلا ده ديزا جودة idea او مثلا I would go along with that اتفق معاك لو انا مش عاجبين الفكرة احيانا بقول مثلا I am not very keen لستم متحمس للفكرة وهكذا تمام طيب يبقى احنا شفنا كده احباي ان احنا بيبقى عندنا dialogue او محادسة وشفنا الفراغات اللي احنا ممكن نتعامل معاها يعني مش بس انك انت تجيب على الديالوج انك انت to know how to make a question and how to give an answer مش بس اعرف ازاي يكون سؤال وازاي يجواب عليه لا انا ما بقى ملمة اوي من الاول ان انا اتخيل نفسي احد المتحدثين اذا كان مثلا speaker a او speaker b الشخص الاول او الشخص التاني تمام ودايما بند او الشخص التاني وانا او الشخص التاني ابسط واقصر اجابة يعني ما فيش داعي ان احنا نطول في القرية بتاعتنا ونعمل مثلا جمل complex جمل مؤقدة ونحتاج الوات رابط ونغلط في التنسز وهكذا لا لو حد مثلا بيقول لي مثلا زي ما قلت من شوية what about مثلا going into the cinema كجملة مثلا وكالمطلوب رد عليها ما فيش داعي ابدا تقول لي مثلا it is a good idea because we can مش عارف مية او ما فيش داعي لا خذ الابسط والاقصر اكتب مثلا كلمة good idea تمام كده طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي اشكال مختلفة لان احنا زي نكمل المحادسة شفنا منهم اذا كان سؤال عايز اجابة شفت كمان جملة خبرية تحتاج جملة خبرية كمان شفت سؤال وممكن اكمل بسؤال تاني تمام شفت كمان جملة بتبقى خبرية وانا محتاج مثلا جملة تعجب واكمل اذا كان بسؤال او جملة خبرية يعني انمط كتيرا جدا املأ بيها الفراغات شرط تكون اجابة بسيطة وكل ما كانت مختصرة كل ما كان افيد تمام او اصح الحاجة التانية كمان ان انا اخلي دايما بالي ان انا هيكون معايا question tag يعني كويس ما افتكرنا ان احنا ممكن في المحادسة احتاج لسؤال مزيل ازاي يعني مثلا بتلاقي دايما جملة والرد بتاعها جاهز جدا وما فيش مشكلة خالص ولكن دايما فيه فراغ هنشوف الكلام ده بشكل عملي لو كتبنا مثلا يعني مثلا حد ايه مثلا بيقول فرضان كده ويقول لي مثلا the exam هنشوف الوقت قدامك قدامك على الشاشة the exam مثلا was مثلا quite easy تمام وفيه نوعات وفيه علامة استفهام حاول اشوف الكتابة شكلها ازاي the exam was quite easy وبعد كده كما وspace اللي هي طبعا piece of cake اللي هو كان سهل جدا يعني فلاقيت بي بيقول لي تمام yes it was تمام بالشكل طب لو انا مكتوب عندي the exam was quite easy والتاني قال لي yes it was طب ما الكلام كلا مش نقص حاجة يبقى خلي دايما بالي وان انا رايح لامتحان اخد معايا question tag خلينا فاكرينك اللي مستر محمد بيفكرنا بيقول لي ان انا وانا بحل المحادسة وارد جدا يبقى عندي question tag وانا مش واخد بالي ايه اللي هيكملجه بمعنى ايه تاني جملة بتقول the exam was quite easy فالتاني قال لي yes it was ما فيش حاجة نقصة فعلا فكر مع نفسي يا ترى ايه اللي محتاجه اه هنا كلمة اليس كذلك مش كده يعني طيب بتعامل ازاي بقى دي هناخد طبعا طلالة كده على question tag بنقول طبعا اذا كان عندي verb to be هنا تمام لو كلمة was والجملة بتاعتي affirmative يعني مثبتة بيخليها طول negative case بخليها منفية وبستخدم كلمة was بشكل او بصيغة مختصرة هتبقى wasn't بيبقى واثها تبقى wasn't بالمنظر ده الى was in apostrophe t وبعد كده على طول بستخدم ضمير الفاعل يعني ما اخدش كلمة the exam هاخد كلمة at wasn't يعني ادي كلمة it عايدة على كلمة the exam فبقت the exam was quite easy wasn't it اليس اتواز جملة مثبتة خبرية السؤال بيبقى منفي الرد بيبقى ثبات ثبات نفي ثبات والعكس لو wasn't هتبقى wasn't هتبقى now تمام يعني ماشين بالعكس طيب شكل السؤال المزيل بيبقى ازاي بتبقى فيه جملة خبرية statement زي كلمة the exam was quite easy جملة خبرية وانتهية طبعا بكده become وبعد كده بما دائما عندي فعل مساعد او فعل ناس لفعل المساعدة كنا عارفين verb to be ومش تقعته verb to have تمام وverb to do بيضافه لكل الموديل verbs يعني بيها يبقى am is are was were have has had تمام طبعا اذا كان مش بيسترمو كفعلة اساسي يعني يكون معاه تصريف تالت مثلا عندي كمان do او does او did وكل الموديل verbs اللي هي كان could shall should may might must and so on تمام كل الحاجات دي بتبقى طبعا في الصيغة المختصرة اذا كانت الجملة مثبتة بيبقى كلام دا منفي او اذا كانت الجملة منفية بقى السؤال مثبت والشكل المختصر يعني مختصر يعني ما كان شفت انفع مثلا اكتب كلمة was not it لا دي كده خطأ لازل تبقى كلمة wasn't تمام وبعد كده هنا بيبقى في ضمير الفاعل ضمير يا حباي لما طبعا عارفنا اللي هما اي وهي وشي وات وذي ووي وي ويو وكمان كلمة there كلمة there وبعد كده علامة فتاني مهم جدا في اجابة نخلي بالنا وطبعا كلنا عارفين ان في بعض الحاجات الشازة لازم نراجع الدرس دا كويس قوي اكيد لو مثلا مكتوب عندي فرضا يعني بعض الامسين الحاجات الشازة مثلا لو مكتوب مثلا there is no لو قلت مثلا there is no مثلا water in the cup تمام there is no water in the cup وبعد كده في نوعات وفي علامة استفهام لو افترضت طبعا فين الفاعل بتاقي يا حباي انتفعنا ان التركيب شكله ازاي بيبقى في جملة خبرية ازي كان سي اللي كلمة there is no water in the cup دي جملة خبرية تمام بعملي طيب اكيد بيبقى عندي كاما والمطلوب مني زي ما قلت بحتاج فاعل اللي هو كلمة there طيب العائلة عليها ايه هيبعنها كلمة there ده الجزء اللي انا ايه اللي اكتبه مسلا هناك ادي كلمة there طيب وبعد كده ازا كان في كلمة is احنا بستخدمها بس خلي بقى ان الكلمة no نافية يبقى الجملة اصلا منفية بس تخدم اسبات تبقى is there there تمام is no water in the cup there يعني ليس كذلك او هل يوجد تمام طيب اكيد في حاجات شزة كتير لو قلت مثلا i am not a doctor تمام i am not a doctor اكيد am not منفية اكيد هتبقى am i وده شكل عادي جدا am i لكن لو مكتوب i am a teacher مثلا جملة مثبتة am ما بقولش am not بقول aren't i ولحظوا بالصيغة المختصرة aren't i بالمنظر ده اكيد الناس باخدش كلمة are ما بتجيش مع i لكن دي حاجات طبعا بتبقى special cases يعني i am a teacher aren't i تمام طيب في جملة لو قلت مثلا برضو بالمرة كده في question tag لو مثلا i suggested مثلا you اه اه مثلا اه take a taxi مثلا اعيز question tag اي suggested you take a taxi تمام هنا بالنسبة لنا question tag هو ايه اما تأكيد على الكلام تمام او اه يعني اه بس شوف اذا كان انا انا ايه قلت كلام ده للشخص ولا لا فلو قلت مثلا اي suggested دي ترى انا عندي الجزء ده بعمل الجملة بتاعتي على اي على على سن the past ولا you take تمام كده على سن كين تغير كلمنا في المستقبل فيبقى مثلا want you اكيد لتنين صح فلو اعتبرت قلت اي سجست تاكسي تمام انا اقترحت انك تاخد تاكسي فلو انا بكلم الشخص لقدام هو انا مش عملت كده هو انا مش اقترحت انك تاخد تاكسي يبقى انا بستنكر الامر على الشخص قدام فاقول له كلمة ايه بقى انا بجيب له المساعد دو في ال باست دي كلمة did بما ان الجملة مثبتة فبتبع على طول السؤال بيبقى منفية او كده مصدر بدون اضافات يتيك تاكسي دين تاكسي طيب انا ممكن اتعلم مع الجملة التانية اللي يتيك تاكسي تمام هي الكلام ده اصلا يو وال تاكسي فاحنا اتفقنا ان الكلمة سجست بعدها لو جه فاعل الجملة التانية يعني الفاعل هنا ما نقدرش نكتب كلمة ول لكن ضمنا هي موجودة انا اقترحت انك انت سوف تأخذ تمام فاذا تخيلت ان في كلمة ول هنا فاكيد الصغة المختصرة بتاعتها كلمة وانت واحنا اتفقنا ان ما ينفعش وانت لازم وانت وانت اي بقى انت وانت يو فالاتنين بالنسبة لها يبقوا صح اي سجست يو تيك تاكسي دين اي او اي سجست يو تيك تاكسي وانت او او اي طبعا انا بكتبه لابد ان احنا الراجع الدرس نفسه تاع الكويسشن تاج الدرس ده مليء بحاجات شواز كتير جدا ولكن مطلوبة بالنسبة على اساس احنا نحل المحادثة بشكل صحيح وانا اكيد طبعا مش عايزكوا تفقدوا ولو درجة واحدة وتكون هي مثلا جاي في الكويسشن تاج تمام فدي نصيحة لازم تغربوا بالكم منها ايه رأيكم حبائي نروح لفاصل قصير استنون حبائي اهلا ومسلم بيكم مرة تانية وافكركم ان دي الحلقة الاولى في مراجعات ليلة الامتحان للغة الانجليزية في برناميكم طبعا مدرسة على الهواء وانا بتكلم طبعا على ازاي نجاوب المحادثة اتفقنا ان في الدائل يبقى فيه ست فراغات طبعا مطلوب نبدي ابسط واقصر اجابة ويبقى دايما فيه ست درجات تمام شفنا احنا طبعا اشكال الفراغات دي ممكن تبقى ايه وتكلمنا فيها بتفصيل شوية ولكن ان احنا برضو فيه لسه ناس ممكن تخطئ في ازاي نعمل سؤال اكيد ان انا تكوين السؤال المفروض يكون شيء طبعا انا يكون درسناك وايس قوي اه مثلا will go to the club مثلا tomorrow الناس الشطار طبعا يستغربوا احنا ليه بنقول امثلة بسيطة كده على اساس ان كلنا احنا بنراجع طبعا للكل مش لحد معين تمام لش ناس كنتيبقى ارضو مستوعبة احمد will go to the club tomorrow الجملة بتاعتي هنا فرضنا عزهل عن كلمة tomorrow تمام اكيد كلمة tomorrow فاكيد هختار الكلمة المناسبة للسؤال لكلمة one ادي كلمة ون تمام ده بالنسبة لكويتشن وارد طيب بما ان احنا لما بننحل طبعا بيبعا عندي المفروض اربع اجزاء رئيسية في تكوين السؤال اولهم الكويتشن وارد كلمة لستفهام بعدها الفعل المساعد بتاعي وكمان بيبقى عندي الفاعل وبعد كده بيبقى الفاعل الاصلي تأكد تاني كده بيبقى عندي كلمة استفهام وبعد كده عندي فاعل المساعد فاعل وفاعل اصلي طيب انا اخدت كلمة وان عشان كلمة تمارو الناس طبعا لو مكتوب كلمة ذا كلاب اكيد كنت ااخد كلمة وار تمام طيب لو انا بقى الجزء التاني اللي هو بتاع الهيلبينج الفيرب اعمل ايه لو لقيت مثلا كلمة زي كلمة وال موجودة في الجملة شايفين كده ادي كلمة وال طبعا هي او اي مودة الفيرب well would can could shall should may might needn't must الحاجات دي كلها بيعتبرها كافعال نقصة او مثلا عندي آآ فيه فيه ايا كان طبعا موجود في الجملة فبس تخدمه تمام عرصة اللي بقى كلها افعال مساعدة عرصة افعال رئيسية فلو لقيت مثلا كلمة زي كلمة will اكيد بستخدمها تبقى when well ادي الجزء بتاع الفعل مساعد بعد كده يأتي الفاعل فاعل الجملة اللي هو مين احمد بقيت الجملة بتاعتي when will احمد اكده الفعل الاصلي اللي موجود في الجملة كلمة go وكي بتأثر بكلمة well will لازم بعدها في المصدر تبقى كلمة go تمام لكن لو مكتوب مثلا عندي كلمة كلمة مثلا has او اي ان كان طبعا هذا يبقى well احمد go to the club طيب لو خدت مثلا go to the club هسأل عنها هتبقى تمام كده برضو well بعد كده احمد go tomorrow تمام كده فاصبحت الجملة where will احمد go tomorrow هيبقى احمد will go to the club tomorrow تمام طيب لو انا اسأل بقى بكلمة هو ركزوا في كلمة هو هنا بالاخص هو اكيد طبعا بتسأل عن شخص عاقل من هيبقى ترتيب شكل ازاي انا بشيل بس الفاعل تمام كده اشيل كلمة احمد وحط كلمة هو هتبقى who will go to the club tomorrow تاني كده اشيل احمد وحط كلمة هو هتبقى who will go to the club tomorrow تمام طيب لو مكتوب عندي مثلا جملة تانية ومكتوب مثلا نادر مثلا started مثلا arabic last night تمام عايز اسأل عن مثلا arabic تمام ممكن اقول طبعا what او what subject what او what subject يعني ما او ما المادة ادي كلمة استفهام ده الجزء الاول طب الجزء التاني هنتفقين يكون ايه متفقين يكون فعل مساعد لو دورت في الجملة نادر استرد ما فيش فعل مساعد ما فيش مثلا مودل زي كلمة كان او should او must ما فيش مثلا verb مثلا زي am او is او are ما فيش do او does او did انسو ان يبقى المالجأ الوحيد بالنسبة لنا هنا هو verb to do انا عندي started على طول بختار did عشان ده ماضي يبقى التاني ايه ماضي لكن لو مكتوب عندي يبقى اصبح what subject did الفاعل الخانة التالتة بنكتب فيها فاعل الجملة ومين نادر طيب بعد كده بيجي ايه بقى بيجي الفاعل الرئيسي تمام الفاعل الرئيسي كلمة studied studied هنا بتتأثر بكلمة did did ماضي يبقى لازم did او do او does عموما بيأتي بعد يوم من المصدر تبقى كلمة study تبقى كلمة ايه احباي study وبعد كده last night وعلامة استفهام فاصبحت الجملة what subject did نادر study last night what subject did نادر study last night طيب هنا بقى لو سألت عن نادر الفاعل هعمل ايه على طول هنشر الفاعل بحط كلمة who تبقى who طيب هنمشي بنفس السياق بنحط فعل مساعد فاعل وبعد كده فعل اصلي قال لي لا اذا سألت بكلمة who عن الفاعل عن الفاعل نفس المفعول ان انت عارفين who دايما فاعل ومفعول كل بتعمله انك انت بتشيل الفاعل حط كلمة who تكمل الجملة عادي جدا هتبقى who studied لحظو who studied arabic last night who studied arabic last night هتقول نادر او نادر studied arabic last night اوكي يبقى نخلي بانا ان كلمة who او كلمة what لو سألت عن فاعل طبعا بيأتي بعدها الفاعل الاصلي مباشرة زي مثلا ايه فرضا لو جيت قلت مثلا the مثلا cat مثلا chest طاردت مثلا the rat تمام هسأل مرة عن the cat لو subject وصل عن مثلا كلمة the rat as an object مرة كفاعل ومرة كمفعول في الحالتين طبعا ده بالنسبة للعاقل the cat او rat صنع بكلمة what تمام هسأل عن كلمة the cat what do او what should I do اعمل ايه اشير كلمة the cat وكتب عادي جدا اكتب كلمة what مكانها وكامل تبقى what chest the rat يبقى اصبح كلمة what لو سألت عن فاعل بيشير الفاعل حط كلمة what وكمل الجملة عادي جدا what chest the rat طب لو سألت عن مفعول the rat هنبيش حسب القاعدة بتاعتنا اربع حاجات تمام اول حاجة كلمة what ده لو سألت عن مين عن the rat as an object كمفعول وبعد كده اه اجيب فعلي مساعد الخانة التانية دي فعلي مساعد الكلام ده في الموضي chest يبقى على طول مساعد كلمة did طالما ما فيش مساعد في الجملة على طول بلجأ لي do or does or did حصل التانية بتاع الجملة تبقى what did وبعد كده فاعل الجملة اللي هو مين شطار اللي هو the cat بقيت الجملة كده what did the cat وبعد كده الخانة الرابعة للفعل الاصلي اللي هو كلمة chase ليه خليتوا بقى present مضارع او في الاصل او في مصدر عشان كلمة did لازم بعديها مصدر بقيت الجملة بتاعتي يبالحظوا صاهي ذكات ودرات لاتنين غير عاقل وسألت بكلمة what عن لاتنين لكن كلمة what ايه بعدها اختلف لو سألت بwhat عن فاعل شلت كلمة ذكات وحطت الجملة زي ما هي what chid درات لو سألت بكلمة what عن مفعول اللي هو درات استخدمت الطريقة اللي أنا عارفها لهم أربع أشياء رئيسية اللي هما كلمة استفهام question word بعدها auxiliary verb فعل مساعد بعد كده subject الفعل بتاع الجملة وبعد كده the main verb الفعل الأصلي بات what did the cat طبعا ده لو أنا بسأل بإيه بقى حبائي بسأل ب question word اللي هي wh أو wh أو questions اللي هي زي كلمة what where when who whose which وهنا how how long how far how tall how many and so on لازم أكون عارف معاني كلمات نستفهام وكيد هبص على هذه الوقتي ونشوفهم مع بعض طيب لو أنا بقى بسأل yes no question يعني السؤال بتاعي محتاج مني إن أنا أجاوب yes أيوة أو أجاوض no تمام يبقى محتاج كلمة هل هل دي بقى يعني في الجوء في الإنجليش هي كل أفعال النقصة والأفعال المساعدة يعني am أو is أو are was where do does did have has كل ده معنى كلمة هل لو جه في أول الجملة بترتيبوا زي بقى في السؤال did مثلا كل فكرة بستغنى عن كلمة الاستفهام هتبقى كلمة did the cat chase the rat did the cat chase the rat هل القطة طردت الفقر مثلا هتقول yes it did أو no it didn't تمام طيب لو قلت مثلا مسعيل قلت مثلا في yes the question بنحاول نشوف كده ان احنا بتعامل مع الجمل ونبسطها بشكل زي لو قلت مثلا you can answer all the questions تمام وعايز مثلا اكون سؤال لو انا افترضت بس على the questions اكيد على طول بستخدم كلمة استفهام مناسبة اللي هي كلمة ايه شطار عارفين كلمة what ليه عشان the questions طبعا بالنسبة لي غير عاقل بس ام كلمة what تمام ادي كلمة what بعدها ايه اكيد بيبقى في فعل مساعدة فالنقص ادي كلمة كان موجودة يبقى what كان تمام لو انا بقول مثلا عن نفسي فيبقى what can i لو بخطبك انت what can you it's ok what can i موجودة الفيرب زي زي اي فعل في الفعال الناقص لازم بعدين مصدر تبقى كلمة answer بدون اي اضافات تمام كده you can answer all the questions what can i answer تمام تاني دول الاربع اشياء الرئيسية وانا بقعيد وكرر في نفس الكلام عشان نستخد بالها كلمة استفهام طبع اله و بعدها فعل مساعد بعد كده فاعل بعد كده فعل اصلي طيب لو يسن question تمام كده انت بتقولي بقى كأنك بتقول مثلا هل استطيع فانعايز كلمتين كلمة هل وكلمة استطيع طب ما انت قالين ان كلمة هل هي كل افعال النقص الافعال المساعدة يعني هل هي مين بقى am او is او are او كان او كذا طيب بختار معاها كلمة استطيع نفسها لك كلمة كان يبقى كلمة كان هنا بتستخدم هل استطيع تمام كده طيب بتمشي ازاي بقى بتشيل كلمة what بقى can i answer all the questions ترجمتها هل استطيع حالتين هل استطيع انا اقريب كل اسئلة يبقى تاني كده انت بتسأل بكلمة هل هل معناها ايه انت قلتلي كل الافعال المقصة وكل الافعال المساعدة طب بختار انه يعني بختار حسب معنى الجملة بتقول لي استطيع يبقى كلمة كان يبقى على طول شلت كلمة الاستفهام وقلت can i answer all the questions قلتلك yes you can or no you can't طب لو مكتوب مثلا كلمة you will انت سوف تجيب على كل اسئلة هتقول what will هنا ففي السؤال السؤال هتقول لي هل سأجيب مش هل استطيع س يعني سوف فاصبحت كلمة well فاصبحت السؤال بقى will i answer will i answer all the questions طيب مكتوب مثلا كلمة should you should answer all the questions يعني يجب عليك يجب عليك ان تجيب على كل اسئلة كم كده فالسؤال what should i answer ماذا علي ان اجيب what should i answer تمام طيب لو ما فيش كلمة what انت بتقول ليه هل يجب هل يجب يجب يعني ايه يعني يستطيع ولا سوف لا لا يستطيع كلمة كان ولا سوف كلمة well لا كلمة شد على طول تبقى should i answer all the questions should i answer all the questions yes you should او no you shouldn't تمام طبعا احنا اتكلمنا كده على ازاي اصلا اكون سؤال قلنا عشان اكون سؤال فانا عندي two types of forming او making questions نوعين من تشكيل او عمل الاسئلة اللي هو yes question اللي طبعا بيجواب عليه بكلمة ايو او بكلمة لا واكيد طبعا ده بيبدأ بكلمة هل وان هل في اللغة الانجليزية هي هل هاش تصريفية يعني والوود ما فيش تصريف تالت مثلا اذا اعتبرنا ان الوود هي تصريف تانية من كلمة او الشكل التاني وطبعا ده مش منطقي قوي يعني طيب لو قلت مثلا نخلي بالنا كمان احنا خدنا السنان دي كمان في الموضي خدنا كمان كلمة نخلي بالنا مثلا متبرك فعلا نقص كمان عندنا لو خدت مثلا الهلبين لو am is كل حاجات دي كلها بتقدي معنا كلمة هل فهل بقى هل ايه هل سأذاكر يبقى كلمة هل يجب علي ان يبقى هل افعل تبقى كلمة دو او داز تمام يبقى حسب معنى الجملة تمام والشكل زي بقى تلات خنات اللي هما الفعل المساعد او الفعل النقص بعده الفاعل بعد كده اشوف لو انا اخترت مثلا كلمة has has she يبقى لازم تصريف تالت has she done her homework مثلا تصريف تالت يبقى has او have او have بتقطدي على طول تصريف تالت لو خدت مثلا am is are تمام كده ولو افترضت بتكلم على الشكل في المعلوم يعني هتبقى مثلا is he studying english now is he studying يبقى فعل فيه ing تمام لكن لو خدت plus voice لازم am is are was where ايا كان verb to be ببقى من تصريف تالت يعني مثلا was english started last year was english started هال الانجليزية do reset تمام كده طيب طيب كمان عندي كل الافعال do or does لازم بعدها مصدر يعني did علي مثلا come early did علي come early تمام لو خدت كمان الافعال الناس كلها لازم بعدها مصدر يعني can you answer should they come must they reply to مثلا الشكل انسو عن طيب النوع الثاني اللي هو WH أو HO وقلنا WH هي كل كلمات الاستفهام بتبدأ به WH زي كلمة what where when who أو HO زي كلمة how how many how tall and so on اكيد طبعا كل كلمة لازم اعرف معناها بعرف كلمة how deep يعني كام للعمق كام عارف ان كلمة how long كام لطول المد او كام وبعد كده فاعل فاعل الجملة وبعد كده الفعل الاصلي وحنا قلنا الفعل الاصلي بيتأثر بالفعل المساعد او الفعل النقص تمام طيب اتفقنا كمان كلمة هو او كلمة what لما تسأل عن مفعول بتمشي زي القادة بعينها لهم اربع حاجات لكن لو سألت عن فاعل بشير الفاعل وحط كلمة هو او كلمة وكمل الجملة عادي جدا او كمان طبعا احنا نكون كده اتكلمنا عن شكل السؤال او وطبعا زي ما قلنا في الاجابة بند الاجابة البسيطة المختصرة يعني مثلا حد بيقول do you have a car اللي سألت بي بجو بي باقول شي سعي باقول yes I do تم كده do you have لكن have you got a car مثلا yes I have تمام I know I haven't تفاقنا كده will you come yes I will I know I want ال W-O-N أباسترفي T طيب تعال نشوف بقى كلمات الاستفهام كده عندي على الشاشة بيبقى شكلها ازاي كان طبعا في جملة كده بتقول I am a big fan of folk music دي طبعا من الحاجات اللي احنا فمتكلم فيها اللي ممكن حد مسلا في محاد سيقول لي انا مسلا بشجع الموسيقى الشعبية مسلا وسبني فانا كنت ممكن اقول له as for me يعني وبالنسبالي I love that love that يعني dislike أو يعني hate it بكراها مثلا أو I مثلا like jazz أو rock and roll music مثلا انسوال اوكي طيب ايه بقى كلمات الاستفهام تكلم عليها من شوية هتلاحظوا كلها question what كلمات الاستفهام افكركم ان كلمة who اللي يضابل h o بتسأل دايما عن عاقل person يعني اذا كان طبعا فاعل او مفعول قلت who that قلت لي that is Nancy تمام طيب who answered the question من جب على السؤال قلت لي احمد answered the question who did you meet yesterday who did you meet انت قابلت من يمبارح يبقى اللي قابلت دا مفعول ولاحظوا كلمة who تنفع او كلمة whom اللي اخرها اما نفس الكلمة وفيها ام تبقى who او هم did you meet yesterday قلت لي I met علي فاصبح who او هم للعاقل who اللي قدامنا على الشاشة تنفع فاعل او مفعول لكن هم الاخرها ام تنفع مفعول فقط واكيد خدتوا الكلام دا شكل كويس جيد نرستوه وخاصة لما بتعامل مع او ضمائر الوصل كلمة و طبعا اكيد بتسأل ما كان where did you live او do you live تعيش فين قلت مسلا in Cairo تمام where do you اه مسلا study درس فين in so and so بدرس مسلا secondary school مسلا درست كذا السنوية عندي كمان كلمة why طبعا عن السببية واكيد بقاوب بكلمة because او كلمة as او because of او مسلا كلمة اه اه مسلا اه اه due to او own to او تو وحدها in order to حاجة افتر جدا جدا بتجاوب عن السببية why مسلا why do you sleep early مبكرا ليه قال لي because i have got to get up early because i have got علي ان استيقظ مبكرا سألت عن السبب فالاجابة كانت because او كمان عندي when when كنا عارفين للمكان when do you go to work تروح الشغلة امتى تمام طبعا لاحظوا تاني تكوين السؤال ادي كلمة استفهام كلمة one وبعدها do فعل مساعد بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل الاصلي وكملت بجومة وعلمت استفهام when do you go to work قلت at seven o'clock الساعة السبعة او I go to work at seven طيب how عمل كيفية تمام كده او عن الحال فولت how do you go بتروح ازاي قلت لي buy car طبعا لو حد بيقول لي a car تبقى in a car buy car ما فيش اي فواصل ابدا بين كلمة buy وكلمة car قلنا buy car الفصل ممكن يمكن يبقى a car an expensive car يعني او an او كلمة there لو حطت a او an او the او حتى my car او my ونوع العربية يبقى in in a car in an expensive car تمام in the car او in my car اوكي طيب لكن طالما فيش فاصل بحط كلمة buy car مباشرة how do you go سألت عن الكيفية تروح ازاي تمام ممكن لسا عن الحالة صحة تاتك how are you قلت لي I am fine تمام كلمة what وات اتفانا عن ما او ماذا لغير العاقل عن what do you do يعني what's your job what do you do غير what are you dying what do you do يعني وظفتك ايه زي بزرط what's your job قلت لي I am I am an engineer لكن لو قلت لي I am watching TV يبا what are you doing بتعمل ايدي الوقتي قلت لي بالفرقة عن تلفزيون مثلا كلمة which which one do you prefer دي دايما للتخيير ايهما كان فيها حكتين تلاتة قدامك وبقولك تفضل ايه which one do you prefer three one زيت اللون الاحمر مثلا انسوا who's who's دايما للملكية ولاحظوا هنا كلمات لاستفهام بس تعلماش دلوقتي انا بسأل بيها مش بس تعلمها كدمائر للوصل تمام قلت who's is this book او who's book is this تمام كده قلت it is احمد او it is احمد بوك طيب كمان عندي كلمة whom whom من شوية ان هي دايما للعاقل ولكن مفعول فقط whom did you meet قلت لي I met the manager احنا كده اكيد بصنا على اه كلمات الاستفهام وطبعا دي دعوة لكل احباي الطلبة ان احنا يعني اه اكيد في كتاب المدرسة وفي اي كتاب معنا واي اه مصدر بذكر منه لازم ارجع كده واشوف كلمات الاستفهام افكر نفسي انا عارف طبعا ان في حاجات بسيطة جدا متكلم فيها النهاردة ولكن زي ما قلت لكم we have time عندنا وقت عشان كي بتكلم بالتفصيل اوكي واكيد الحاجات دي ممكن تسوأ على الشطار قوي ممكن اخطاقوا فيها فنخلي بالنا لابنقول ان احنا يعني نقعد بقى نسأل نفسنا ايه هي احنا يعني مسلا مصلا قلت مسلا كلمة how long have you been studying English مصلا how long have you been studying English من امتى بذكر انجليزي وحتمسلا كلمة since عايزة يعني اخد نفس الكلام بكلمة since podcast هاي since when since when يبقى since when بتسوي how long وبعد كده have you been studying اللي هو مضوارة تيوم مستمر تبقى since when have you been studying اوكي فانا اصدق اقول ان احنا لازم نراجع كل كلمات الاستفهام ونشوف دل على ايه تمام بمعانيها يعني مسلا واحد بيقول لي اي ستادي انجليش مسلا ثريو تايمز او ويك اي ستادي انجليش ثريو تايمز او ويك ذاكري مسلا اتمرارات الانجليزي اه في الاسبوع فيتارى الكلمة دل ايه ناس تقول لي ها ومينة تايمز اوكي كم مر او هاو اوفن ديو ستادي هاو اوفن اوكي يبا نخلي بانا تايمي كده ان احنا لازم نذاكر كل الكلمات الاستفهام عشان نشوف نعرف نجاوب ازاي ننتقل دلوقتي برضو لاليس نكوستشن نشوف انا مسلا هاديكم جمل ونحاول نكون اسئلة مع بعض يعني بنعمل كده براكتسينج اللي احنا نقشناه من شوية وكمان انتوا وانشاطكوا ودوكوا فرصة الجمله هتبانوا قدامكوا على الشاشة تاخدوا وقتكوا ازاي نكون سؤال على الجمله اللي عندنا تعالوا نشوف مع بعض لو مسلا بيقول لي في اسنا كوستشن سرسائز 1 change each sentence into a yes the question دوكوا جمل وانا طلوب تعملولي سؤال لو مسلا سارا is arriving on monday انا عايز اجاوب انا كأنه قلتلك يس سارا is arriving on monday السؤال بتاعت هيكون شكله ازاي تخيالوا دي جملة وانا عايز سؤال هنعمل conversion اذا كان سارا is هتبقى is سارا حبائي هتاخدوا is تخلوها الاول مع وضع في الاعتبار ان ال i هتبقى capital letter هتبقى is sara arriving on monday هقولك ايوا yes او no تمام كده طيب شطار طيب is arriving كان is موجودة في الجملة والفعل الاساسي كان كلمة arrive لكن لو هي made a copy of the excel file excel احد برامج المايكروسوفت اوفيس طبعا فانا عايز هنا اعمل سؤال هل هو عمل هل عاملة شفتوا كلمة هل دي طيب مانا هل عارفها زي يقول فعل المساعدة بعناهم هل لكن عمل فعل فعل يبقى مين فعل هو كلمة do or does or did اه لكن هل يجب يبقى كلمة should هل علينا يبقى كلمة should او must طيب لو خدت مس هل ما استطيع يبقى كلمة كان تمام كده هنا كلمة هل فعل هل عاملة يبقى كلمة do or does or did هنا الجملة ماضي كلمة made يبقى على طول did اختار كلمة did هنا في الجملة بتاعتي ما فيهاش مساعدة او ناقص بس لازم اجيبهم الاول عشان انت عارفين تكوين السؤال لازم يكون فعل مساعدة وفعل ناقص في الاول وبعد كده فاعل وبعد كده فعل اصلي تمام كده فعل الجملة يعني وبعد كده اكمل وعلم استفهام طيب في الجملة اقولها كان فيه كلمة is فخدمة is و is استدعى ان يكون فعل فيها ing طالما الكلام معلوم لكن عندي كلمة made الجملة ما فيهاش مساعد نعمل ايه نختار مساعد المساعد يكون ايه بقى كلمة did اه مش هاتباطن كده وبكيفنا لا الجملة بالنسبة لنا made past فاخدت كلمة did تمام did he لازم مصدر did he make m-a-k-e did he make a copy of the excel file وعلم استفهام يبقى السؤال بتاعي did he make a copy of the excel file قلت لك they have a car لو قال لي they have a car اصبحت have فعلي اساسي قلت هل يمتلكون يبقى يفعل تبقى اجيب كلمة do do they have a car do they have yeah they do or no they don't لكن هنا في فعلين have و offered اكيد بقى تعمل مع المساعد لو كلمة have يبقى اعمل conversion كمان احط have الاول تبقى have they offered her the job قلت لك yes they have or no they haven't she will be at the meeting tomorrow لحظته احباي she will اللي هي apostrophe i-ll سريع w-i-ll اختصرنا طبعا نحطينا apostrophe double l she will be will بعدها مصدر at the meeting tomorrow يبقى b هو الفعل الاساسي سوف تكون في الاجتماع غدا و كلمة will هي الفعل المساعد نعمل ايه اكيد هناخد كلمة will الاول طب ليه بقى ان احنا هنا مطلوب مني اكون سؤال تبقى will she وسؤال ايه كمان yes no question يعني يعني اجاوب عليه بايو او لا تبقى will she be will she be will she be at the meeting tomorrow وعلم استفهام yes she will or no she want w-o-n apostrophe t my father has a car الناس تفكر كده نبدوك فرصة كوني سؤال يا تارا تبقى has my father a car ولا الصح ان انا اعتبر ان كلمة هسكة لأساسي بمعنى يملك ما فيش غرف الجملة واجيب له مساعد اكيد اجيب له مساعد طب المساعد ايه احنا اتفقنا طالما الجملة بفاش مساعد له ولا ناقص بجيب على طول بلجة الجماعة اللي هم بيستعدنها باستمرار اللي هم do او does او did بما ان الجملة اه مضارع يبقى do او does بما ان الفاعل my father مفرد بستعلم كلمة does تبقى does my father have او does your father لو بخطبك انت يعني تبقى does your father have حد يستغرب your father تاخد have اه ما بعد do لازم اجيب مصدر تبقى does طبعا بعد do او does لازم اجيب مصدر do او does او did لازم بعدها مصدر تبقى does your father have a car yes he لو ما جاء بقى yes he have او yes he has yes he has تم كلا او yes he does بما اني سألت بdoes او no he doesn't اوكي هي بس سؤال مرة تانية does your father have a car yes he does او no he doesn't منال knows how to play chess chess شطرنج طبعا فقلنا منال knows how to play chess الجملة بتاعتي لفهلا مساعد ولا ناص لكن في فعل واحد بس كلمة نوز فعلي اساسي هجيب له مساعد المساعد طبع طول كلمة احنا انتفقنا do او does او did الجملة مضارع يبقى بلاش كلمة did الجملة مفرج بلاش كلمة do باختار does تبقى does manal يتارى نوز ولا نو لا لازم مصدر do او does بعدها مصدر تبقى does manal know how to play chess yes she does او no she doesn't اتمنى طبعا هنكون كده يعني 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 اغطينا الجزئية الخاصة بhow to make questions اذا كان W-H-O او yes no question اراكم نروح الفاصل ونرجع نستكمل حلقة بتاعتنا بيكم مرة ثانية ونستكمل مع بعض ازاي متعامل مع الديالوج اللي هي المحطة واحنا اتفقنا ان في 6 فراغات واكيد طبعا كل ثمانياتي ان احنا منضيعش ولو حتى ربع درجة للإجابات ضبوطة وتكون ابسط واقصر الإجابات وتبقى ان شاء الله صحيحة وناخد الدرجة كاملة مش بس اصال الديالوج اكيد اتمنى ان الكل يجيب اربعين من الربعين في اللولة الإنجليزية بإذن الله تمام؟ طيب كنت بتكلم ان احنا بنقول اني اليستا question والWHO questions وشوفنا ازاي احنا بنكون الأسلل ديه لكن فرضا مثلا في المحادسة جاب لي مثلا فراغ قال لي مثلا fantastic وكان قبل من انها ممط وسابني وبتكلم مثلا عن الفيلم يعني انا بقلت مثلا يبسا عن الرأي تم كده انا قلت رائع او interesting مثلا فشوف السياق بتكلم عن ايه بالضبط هو كان مثلا رأيي مثلا قول لي how did you find مثلا the film how did you find the film فقلت له fantastic او interesting طب لو قل لي مثلا بتكلم عن مجموعة مثلا من الأصدقاء حضروا مثلا birthday party مثلا حفل عيد ملاد فقلت له wonderful تم كده فيقول لي مثلا how were they مثلا تمام؟ فممكن تبقى الإجابة الصفة فقط طيب حد يقول لي لو انا مثلا الصفة دي حبيت اعمل question tag اعمل ايه اشوف لو انا قلت مثلا كلمة fantastic زي ما قلت مثلا وحبيت اسأل سؤال يا ترى بيتكلم على فيلم فيلم واحد يبقى singular يبقى ايه wasn't تعال اكتبها مثلا كده يعني مثلا بيحد بيقول لي ادي مثلا كلمة fantastic تمام وعايز اعمل question tag وانا طبعا مصر على ان احنا نخلي بانا question tag لان وارد جدا نيجي فيه الامتحان حاجة زي كده فالتاني بيقول لي ايه مثلا يعني ايه مثلا بيتكلم الفانتاستيك فيه بيقول له ياس تمام طب ايه نقص ما هو fantastic قال له ياس هيقول له ليس كذلك تمام كده او لم يكن كذلك لو بتكلم على شيء في ال past اكيد الصفات دايما يبقى فيه فعل كينونة يكون وفي الماضي كلمة was تمام كده طيب الجملة بالنسبة لي اعتبر كده مثبتة تمام كده فقلت ايه wasn't لو بتكلم بقى يخلي بالي اكيد على الفيلم يبقى كلمة it تمام كده لكن لو الفيلمز افلام كتيرة مثلا مكنش مينفعش واضن تبقى weren't طب weren't بتاخد ايه توقيت زي لا تبقى weren't they weren't they تمام طب لو اشخاص تمام كده مثلا مكتوب زي ما قلت من شوية كلمة مثلا brilliant اللي هم رايينا وشو الطوار مثلا او intelligent او smart تمام كده هيقول مثلا كجامع بقى يبقى weren't they weren't they تمام كده يبقى نخلي بقى انه حتى لو جاتني صفة فاركز هي الصفة عايدة على مفرد ولا على جامع مفرد بعود بضمير it جامع ضمير they طيب المفرد كمان ممكن يكون عاقل هي او شي لكن it او هي او شي كلهم جمعهم كلمة they كمان التنس المناسب يا ترى كان ماضي تبقى wasn't ولا weren't ولا في present ولا في future and so on خلي بقى تعالوا دلوقتي بقى نروح لجزئية هامة جدا ايه هي بقى هفكركم بعد ما نقشنا ان احنا الفراغات ممكن تكون شكلها ازاي في الديالوج وازاي اكمل الفراغات دية تعالوا نفكر بعضنا كده نقول بعض الاماكن واللي ممكن يدر فيها يعني مثلا في المطعم اللي ممكن الجمل اللي احنا معتدين نسمعها في مستشفى مثلا في مدرسة في مكتبة في محطة سكة حديد مثلا ايه الجمل اللي احنا دايما دارج ان احنا نسمعها بشكل كبير جدا وتبقى دايما تعودنا عليها تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة عندي كده فبنقول الاماكن المختلفة لو انت مثلا بتعمل حجزة اسكارة فممكن ورد تسمع ايه انت مثلا رحت مثلا ريالوي ستيشن محطة سكة حديد او باس ستيشن او حتى مثلا في ايرلاين او اوفيس مكتب خطوط جوية وعايز تحجز تذكارة to book a ticket فاكيد بنسمع جمل مثلا من نوعية can i help you او how can i help you how can i help you او can i help you او any help دي كلها طرق طبعا لعرض المساعدة offering او rendering help فالرد عطول yes i'd like to او yes i'd like to او do تمام انا عايز او can i لو شكل استفهاب ونخلي بالنا الترقيم مهم جدا واحد يقول i'd like to to book a ticket to عايز احجز تذكارة لكذا كلمة book بمعنى يحجز احنا قايلين كده تمام فالرجل بيسألني single or return اكيد في التذكارة بتبقى single ولا ذهاب وعودة لكلمة return ما حصل طبعا رأيك مثلا single او return طبعا 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 طلب مهزد تمام دي حاجات بفكرك اللي ممكن يجي مثلا في حاجات تكون انت بتحجز تذكارة بعض الجمل بتبقى ثابتة في دماغنا عشان ما نضيعش وقت first or second class ممكن يسألني first or second class يعني درجة اولى والدرجة تانية او ممكن يسألني مثلا tourist class tourist class عن درجة سياحية او economical class درجة اقتصادية يعني الخيصة يعني مثلا شوفوا كده كلمة tourist class كتب ازاي يعني ممكن يسألني في الدرجة لو في مثلا plane ticket tourist class درجة سياحية او business class تمام كده اه لو ممكن economical economical غير كلمة economic حتى انت فعنا ايكوناميكال يعني ارخص ايكوناميكال درجة اقتصادية درجة اه اه بتم ارخص شوية اوكي طيب دي برضو اه اه ممكن نسمعها واحنا بنحكز تذكاره اه فممكن نقولي first or second ترجع تاني للشاشة زي وقالي مثلا how much is it لو سألنا عن ثمن ونسكر جدا ما زالت بتلغبط اش عارف اصلا عن السعر مثلا what price احنا عارفين ان كلمة what بعدها دايما الاسم what price لكن how بعدها صفة how much السعر قد يكون اه 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 كتير او رخيص يعني غلق او رخيص تمام؟ لو انا بقول تاني ان كلمة what بعدها الاسم زي مثلا what age are you يبعينها how old are you how بعدها صفة لكن what بعدها اسم فانا how much is it how much are they لو بتكلم عن شيء جامع لو تذكارها واحدة how much is that how much does this cost او how much مثلا do they cost لو بتكلم على جامع what price واسكت وحط عم ستفهم ما فيش مشكلة ده السؤال عن السعر فالراجل طبعا بيجاوب يروح مثلا كاتب رقم مثلا اه 100 pounds مثلا 200 pounds تمام كده فبكتب كلمة الرقم وبكتب كلمة pounds جنيهات please have a nice journey ممكن في حجز تذكاره كده فالراجل بيتمنى لي يرحلة كويسة have a nice journey فقلت مثلا thanks a lot او thanks او that is kind of you ام يبقى نخلي بانا دي ممكن تجي فراغات برضو يعني مثلا حد بيقول مثلا نقط ومكتوب كلمة thanks في نهاية حجزة مثلا فاكيد الراجل بيتمنى لي رحلة كويسة فبيقول لي have a nice journey فقلت له thanks a lot طيب لو روحنا بقى انتقلنا ل restaurant او مطعم اللي ممكن نسمعه في المطعم ممكن waiter غرسون w-a-i-t-e-r وممكن سيادتك as a customer كذبون نسمع ايه الحوار ممكن كلمة canne help you ممكن او او حاجات كثيرة جدا بمعنى اه 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 ادملك ايه او تاخد ايه زي مثلا what would you like to have لرقم 3 عندنا what would you like to have what would you like to start with what would you like would you like would you like او تحب احبائي what would you like to start with start with تبدأ بايه فالتاني مثلا لو اعرض علي بقى لي كان يهل بيو فممكن اقول له yes i'd like to have yes i'd like to have اه مثلا green salad mason rice اول طبعا انا عايز ايب الضبط او i'd like to have كذا may i take your order sir طبعا بتبقى اكثر اه رسمية في التعامل لما يجي مثلا waiter يقولك may i take your order sir هل لي ام اخذ اه 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 يعني طلبات حضرتك فقلتلك yes i'd like yes i would like اكيد طبعا الابسترفي دي لو بعدها مصدر فهي would وليست had are you ready to order sir طبعا بيبقى برضو اه يسلم مهزب اكتر يجي يقولك بعد انت ما عاد طبعا اكيد داخل ما طبعا شان تأكل يعني فاكيد هتوعد طبعا والراجل بيستنك ترتاح شوية فيقولك يقولك اه are you ready to order sir هل مستعد للطلب سيادتك فطبعا yes i'd like yes i would like اه طبعا to have كذا so and so يعني ورح كاتل طبعا انا عايز ايه how do you like your meal sir ممكن يسألني بقى how do you like your meal او ممكن تبقى كلمة ميت اللي هي اللحمة ميل الوجبة او اللحمة بتاعتك عايزها ايه ايا كان طبعا الاكلها تاكلوا يا ترى well done فانا ممكن اديك اجابات اما انا ممكن يجيني في السؤال في المحاكسة ويكون الكلام فعلا في المطعم ويكون how do you like your meal sir ويه نقط وانت مش عارف تجاوب يا ترى الميل بتبقى شكلها ازاي طبعا well done well done يعني مطهية جيدا مطبوحة كويس fried نحفظ الكلمات دي fried مقلية grilled grilled يعني حاجات مشوية boiled مسلوقة ممكن كمان smashed 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 مهروسة تمام كلا فانخلي بانها well done fried مقلي grilled ما شوي boiled مسلوء smashed مهروسة what you'd like to begin with طب تحب تبدأ بايس ياتك فعلتلو soup بليز مش بالضرورة ياعمي انا بدي مثال soup شربة مسلوقة تمام كلا كمان كلا dependance يعني يبقى الجمل دي انا بسمعها فين في restaurant بنحاول نخفف او نعرفك بعض الجمل عشان تبقى familiar with them تبقى يعني سمعتمه قبل كده وما تاخدش وقت في الاجابة لاني maximum المحسب تحتاج مثلا في الغالب او اكتر شيء عشر دقايق عشان توفر وقت or about the desert ممكن تيجي الجملة دية يبقى الناس عارفة ان كلمة desert دي ا 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 ممكن في الهوتلز في الفندق تسمع ايه؟ ده العادة ريسيبشنست بقى هنا غيرنا ما هوش ويتر تمام؟ ومش كاستمر لا هنا اكيد هيبقى عندي موظف الاستقبال وعندنا جست اللي هو النزيل او الضيف فالرجل استقبلك فبيقولك can i help you؟ او may i help you؟ او how i can i help you؟ فألتل yes i'd like to book a room او can i book a room please؟ تمام؟ طيب can i book a room for tonight please؟ ممكن يسأل لي يقولي single or double نستركز لما كنت بحقز تذكرة فقولتلو single or return يعني ازهاب ولا ازهاب وعودة هنا بقى في الغرفة بتبقى single double or triple يعني غرفة مفردة مزدوجة ثلاثية and so on فقولت single or double فلتلو single please with a bathroom مثلا how much is a burnite؟ خليك عارفين لو سألت عن سعر الغرفة فانا بسأل how much is a burnite؟ يعني a night لو شلت المكتوب الأزرق وحطتو a it's okay حرف a بس يبقى how much is it a night؟ a night يعني per night يعني في الليلة الوحدة فرغلو it is 800 pounds a night أو per night it is وحط التمن اللي تعايزو تمام كده؟ ممكن طبعا dollars per night تمام؟ how long will you stay؟ وارد جدا يسألني أو طبعا من الطبيعة من يسألني هتبقى a day a فبيقول لي how long will you stay؟ till I'll stay for three nights I'll stay for three nights هاستنى ثلاث ليلة I will stay for بعدها المدة بتاعتي three nights تمام؟ can I have your passport؟ ما هو أكيد هيسألني يشوف لو أنا tourist مثلا هيقول لي passport بتاعي ولو أنا مثلا يعني citizen من نفس الدولة يعني فممكن نطبع ID يبقى can I have أو can I see your identity card أو ID card please ID initials كده I will be card please طبعا لازم يكون طلب مهزب can I have your passport please؟ قلت لي yes here you are تفضل yes sure أو of course here you are طيب ننتقل بقى من الفندق نروح السوق بقى نعمل shopping في التسوق بقى فممكن أقول لي برضا خلتي محل فالراجل بيقول لي may can I help you أو may I help you هل يانا ساعدك؟ قلت لي yes I like to buy هنا بقى مش عايز أحقز مش book مثلا I like to buy أو I want to buy تمام؟ what color كلمة لون والمقاس أكيد الكلمات دي بسمعها فين في shopping what color do you like what color do you like do you prefer what size do you want what size do you want قلت له I like قلت له مثلا وبعد كده مثلا the red color the green one I like the white one أو the white color لون الأبيض تمام؟ في المقاس أحب بقي أكيد the one that fits اللي هي كلمة fit انتفقنا if i t غير كلمة suit s u i t قلنا إن كلمة fit بتناسب من حيث المقاس مقاس مضبوط أو لا لكن suit اللي هي s u i t طبعا بتشوف إذا كان نسبك من حيث المنظر بقى أو الشكل يا ترى أنت تحب تلبس كذا أو كذا يعني بتبقى شايف نفسك شيء منطقي إن تلبسه أو ريزنبول الحاجة ولا لا دي كلمة suit فأنا طبعا بالتأكيد لو قلت مثلا I want I want 42 مثلا لو أنا بتكلم عن مثلا shoes معي تمام؟ طيب fit you هل ده مقاسك؟ أكيد الرجل عايز يريع مش يقولك suit you مش غير كلمة fit بكلمة suit s u i t then تماما اللي تقول it suits me أو it doesn't suit me it suits me fine it suits me fine نسبني تمام؟ يعني ماشى معايا لبس ده كويس عليا زي ما نقول تمام؟ لكن fit هنا إذا كان lose واسع أو tight أو ضيق تمام كده؟ وها كذا يبقى fit ده المقاس تلبس مقاس كام بالضبط fit you تمام؟ هيسألك مقاسك مظبوط؟ ولا نجيب مثلا حاجة أوسع حاجة آدية and so on no can i have another one كيم النظر طبعا ممكن تبقى بالنسبة لنا يعني different one ممكن يبقى different color لون مختلف أو مثلا a bigger size لو مقاس أكبر تمام؟ and so on do you have the same in black لو المقاس بنا سيبني بقى ولكن عازلهم مختلف فممكن أقول do you have the same the same size يعني in black أو in white in red in green and so on in وبعد كده color الجومة اللي دي ويرد اسمعها في shopping yessa here you are لو حد بيقولي تضضل نعفظ التعبير yessa here you are سأل عن السعر كمان how much is that how much is that وانا قلت is that نستخلي بالها لو بسأل عن مفرد لكن اشترتين مثلا اشترت مثلا two shots او ميصين يبقى مش how much is that لا how much are they انا باشتري اتنين are they تمام كلا أو how much is each each يبقى كل واحد فيهم بكلف كام انت لو كانوا بسعر مختلف عن بعض تمام؟ weight is واكتب السعر واكتب كلمة pounds can i try it on نعرف كمان try on try something on يعني يقرب ال problèmes تمام كلا تمام كلا فاصبح التعبير دا وارد جدا لا اسمعوه او انا اللي اقولو فالو قال لي مسلا ده مثلا المقاس المناسب مثلا والراجل بعد ما سألني وقال لي فقالتله فممكن اسأله بقى يعني ممكن ادربه صح كده طيب است الحاجة دي شفت بقى ان هي قتز يعني في الفاضة واسعة اكسارة طول كلمة دي او يبقى لازم اخلي بالي الصفات دي برضو وارد جدا اسمعها وانا بقى سشيء معين طبعا كده اسمعها طبعا في عملية الشوبينج اشراء لحاجة معينة يعني الملابس وارد برضو اسمع تحب تفعل زي ها ود لايك تو بي او دو يو اكسبت هلو تقبلو تهم كده ها ود لايك تو بي تحب تدفع ازاي فانا قلت مسلا باي كريت كاعد باي كريت كاعد عن طريق كارت الاثمان فممكن نسألني مثلا What type of card What type of card ممكن visa card مثلا أنسوا أنا طيب نسيب الشابن ونروح library وإحنا بنحاول دلوقتي يا حبائي نفكركم بالأماكن اللي إحنا ممكن نسمع فيها بعض الجمل اللي هي بتتكرر وأكيد يعني ما هو تيجي المحادسة زي الدالة هي يعني حوار وإحنا أكيد طبعا لسه نخلينا كتير جدا محادسة جدا هننقشها مع بعض ونحاول نحلها مع بعضنا لكن دلوقتي في مرحلة نعملكم مثلا عصف ذهني خليكم تفتكروا كده بعض الجمل والجمل لو كنش عارفها قبل كده لا نعرفها دلوقتي ونحاول كده نحتفظ بيها مش بس عشان خطر امتحان لأني دي لغة عشان خطر اتعامل بيها تمام كده خطت في موقف زي كده أعرف أتكلم بشكل طيب أو بشكل سليم رحنا دلوقتي هننتقل مرتن عن الشاشة ونروح المكتبة أكيد طبعا مش أتسادتك هتبقى كاستمر أو كراعين تبقى تعامل مع المكتبة أو ممكن تبقى ستيدينت كطالب أو ممكن تبقى ريدر كقارئ وأكيد طبعا هناك هيبقى من المكتبة اللي هو لايبريرين لايبريرين تمام كده أو ممكن تكون بتشتري من بوكشوب من محل بيع الكتب أو مكتبة لبيع الكتب لأنه أكيد في فرق من كلمة لايبري وكلمة بوكشوب في البوكشوب أكيد تبقى سيادتك كاستمر زبون والتعاون يختلف طبعا وبعض التعبيرات في نسمحها في البوكشوب لكن نسمحها في اللي بري وكمان الراجل لك هيبقى شوب أسيستنت شوب أسيستنت أو شوب كيبر أوكي تعالوا نشوف في اللي بري الاول ممكن نسمع إيه على الشاشة مع بعضنا بيقول لي كان يهلبيو أسعدك تقول له أنا بدور على ببحث عن أبوك إن مثلا هستري أبوك إن جيغرفي أبوك إن إنجليش أي مكان طبعا إن إنجليش لتراشر مثلا لها الإنجليزي فقلت له ممكن أسمع العبارة دي أنا رأيت مثلا مكتبة مكتبة عامة بابليك لأيبري أو سكول لأيبري مكتبة مدرسية وأنا عايز أعمل عضوية مثلا اللي من برشب فنقول لي أبوك إن جيغرفي جيغرفي ينضم بالطبع 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 بالإن يعني يملأ كمبليت this form هزي الاستمارة ممكن أروح هناك برضو المكتبة ولائي بيارض عيه بيقول لي ده طريقة برضو من عرض أو رندرين اهلب أوفرين اهلب فبيقول لي هل هناك من شيء أستطيع أن أقدمه قلت لي يس I'd like you to borrow this book please I'd like you to borrow ولازم نخيل دائما سلب نايبة مهزب دائما نستطيع أنش عن كلمة please في آخر كلامنا yes I'd like you to borrow this book please where can I find ممكن طبعا في different sections أقسام مختلفة في المكتبة في مثلا history section في مثلا English literature section short stories novels and so on فأكيد طبعا أنا ممكن أسأل اللايبريريون وأقول له where can I find أين أستطيع أن أجد مثلا novels أو مثلا science fiction stories where can I find science fiction stories ألاقي فين كتب أو كصص الخيال العلي it is on the shelf التعبير ده أسمعه إمتى أو لقوم نسمعها فين it is on the shelf على الرف هناك up there مثلا أكيد طبعا اللايبريريون بيقول لي موجود على الرف الهناك أو you can find it in the كذا section s-e-c-t-i-o-n هتلاقي كذا في قسم كذا أو ممكن تلاقي لو سيادتك طبعا مش بلتزم بأداب المكتبة تسمع حد بيقولك be quiet يعني يكون هادئا أو keep quiet I don't make a noise I don't make noise please وأكيد سيادتك آه أكيد هتتعامل مع الموقف بشكل سيمة أوكي sir I'm sorry I'm sorry يعني أنا آسف طيب لو رحنا بقى آه سيادتك مسافر منعك الشنطة بتاعتك والتذكرة والباسبور بتاعك وهتعد في المطار طبعا على ال check in آه point أو check in desk مكتب المراجعة أو الفحص ففي الairport أكيد طبعا في أقسام كترة جدا في الairport ممكن يبقى formation desk تمام كلا أو ممكن ناخد بعد شوية customs الجمارك مثلا آه لكن هنا متكمل على check in desk اللي هو مكتب الفحص أو المراجعة أكيد هتلاقي طبعا سيادتك هتبقى traveler مسافر ومش passenger passenger لما تكون راكب الموصلة بالفعل يبقى انت هنا traveler من بيكلمك بقى اللي هو check in clerk C-L-E-R-K C-L-E-R-K clerk اللي هو الموظف أو official هيقول لك إيه باب يقول لك passport and tickets please الpassport والتذكر لو سمحت فأنت تقول له here you are تفضل بكل هدوء بكل أدب here you are do you have any luggage with you الكلمة luggage أتعلمها بقى luggage أو baggage يعني لو بدل يقول لي كلمة baggage B-A baggage baggage luggage اللي تندل معناهم أمتعة شنط ودايما تعمل كمفرد أكس كلمة bags do you have any luggage with you معك أي شنط تمام ممكن تقول له yes أو yes just this bag أو this suitcase كيس فممكن تقول له yes one suitcase and large bag أيوة suitcase شنطة دية و large bag حقيبة كبيرة فيسألك وهو طبعا بالنسبة لك لو أنت بتعمل في البوردين يعني فبتعمل wind or aisle seat يترى عايز كرسي جنب الشباك حتى في الحكز بيحصل or aisle seat الاس هنا silent لو الكرسي في الممر يعني طبعا it depends انت عايز ايه بالزبط فولت له a wind seat please في الناس بتخاف لو مسام في الطيارة يخاف يركب مسام جنب الشباك فيحتاج aisle seat a window seat please have a pleasant flight have a pleasant flight الرجل طبعا بيتمنى لكل الناس رحلة سارة فبيقول لهم have a pleasant flight تمام فولت له أكيد thank you أو have a good journey تمام thank you have a good trip and so on here is your boarding card boarding card اللي محارفين الكلمة اللي هو كارت صعود الطائرة تمام كلا يبقى في رقم الكرسي بتاعك تمام ويبقى بتسدل عليه بسهورة طبعا here is your boarding card thanks a lot ساعة thanks a lot ساعة طيب سيادتك سفرت بالسلامة وقدت وقتك ورقعت هيستقبلك بقى بتوعي الجمالك اللي بقى الكاستومز اللي بقى كاستومز يعني إبقى جمالك أو الكاستومز أوفيس have you got anything to declare أكيد هيسألوك سيادتك معاك حاجة تطلعها declare يعني يبين أو يزرع أو يصرح تمام كده have you got anything to declare sir أو مادام تقول ياسا I have got these two bags أيوة شانت تندول طب can you open them please تفتح شانتها وسمحت ياس أكيد تمام يبن خليبنا التعبير ده have you got anything to declare وارد جدا يكون أو أسمعه أو أشوفه في محادسة أعرف أن دي جمارك وأتعايش مع الموقف وأدي إجابات صحيحة بإذن الله can you open your bag هو بيسألني أكيد طبعا can you open your bag هنا ما قدرش أقولي لأ تمام هقوله certainly sir certainly أو في كون وص تمام كده are you ready for inspection sir inspection تفتيش تمام أكيد حق أهم وحق الدولة عليك أن أنت تدفع tax اللي هي يعني جمارك طبعا طالما أنت يعني دايب شيء مستورد يعني من بره فبقول are you ready for inspection sir لتقول له yes go ahead نخلي بالنسبكشن تحقق تمام أو تفتيش فقولت له yes go ahead تفضل may have a look at your bags طبعا لأصله مهزب أكتر يعني أكتر من كل inspection فبيقول لي may have a look at your bags هل لي أن ألقي نظرة على الحقائب أفتش يعني يتلو yes will go ahead تمام طيب روحنا البنك سيادتك بقى بتروح البنك فبتسمع هناك أكيد بتبقى سيادتك customer أو client وبيتعامل معاك البانك ليرك أو المحاسب أو حتى البانك manager اللي هو مدير البنك فبتسمع الجملة المعتادة can I help you sir أساعدك I'd like to change these dollars هنا بقى سمعنا حقا مختلفة مش عايز to book a ticket أو book a room أو to borrow a book لا هنا I'd like to change these dollars انت عايز تغير عملة change please fill in this form أكيد بتبقى استمارة fill in this form أوكي سا I'd like to change some money ممكن بذلك كلمة these dollars ممكن تقول some money هيتقالك هو what currency أنه عملة what currency c-u-r-r-e-n-c-y what currency أنه عملة هتقول مثلا dollars مثلا euro and so on أوكي سا cash or travelers check سيادتك لو مسافر بتاخد حاجة اسمها traveler check يعني بدل ما تشيل فلوس في جيبك بتشيل ورق بقيمة فلوس دي اللي هو شيكات يعني شيكات مسافرين أو شيكات بتبقى بدل القيمة النقدية فقولت cash please تمام it's up to you برضو تختار اللي انت عايزه لكن تبع عارف ان انا ممكن اسمع كلمة cash or travel check cash فلوس نقدية زي نقول او سيولة مالية واللي عايز أصلا شيكات مقابل الفلوس طيب هنا اتكلمنا احنا على يعني different places أماكن مختلفة واتمنى ان شاء الله يكون احد هذه الاماكن اااااو هو الموجود في الامتحان ازا ماكانش مكان من كتري فأكيد هستفيد بكل الجمهة اللي احنا قلناها وطالما انا لسه عندي اماكن كتيرة جدا بس بقى من خلال بقى مواقف محتاجة او ااااااااو فعلا محتاجة عجابات يعنا عندي مثلا اكتر من 30 محادثة جابها لكم عشان نقشها مع بعض ان شاء الله طالما زي ما قلت ان انا عندنا وقت مش النهاردة بس لا انا عندنا بكرة وبعده وبعده لغاية لما ندخل الامتحان بازن الله طيب تعالوا نفكر بقى نفسنا كده في بعض المواقف لو حد بيشكرني مثلا انا ممكن يشكرني هو يقول ايه وانا ارد ازاي طب حد بيقترح علي حاجة انا ارد ازاي في الاقتراح هو بيقترح ازاي انا ارد عليه ازاي حد بيلومني لو انا بلوم حد ممكن ارومه ازاي او حد مسلا بيلومني وانا مسلا مبرر بتاعة justification او مبرر بقولي ازاي يعني ايه حكا بقى الفكرة فكرين زمان لما كنا بيعلم مع situation زي المواقف وهو نفس القصة الديالوج اصلا هو عبارة عن long situation موقف طويل بيحصل في جمل كتيرة حد بيسألك وبتجاوب تسأل حد حد بيجاوب في نقاش في دعالوج زي ما قلنا في حوار طويل شوية لكن الحوار ده اصلا هو كل situation تمام كده فاللي كنت بحتاجه في situation هو نفسه اللي بحتاجه في الديالوج اللي احنا بنسميه بشكل عام دايما بتشوف المتحانة الاول كده خالص لو كلمة language functions اللي هو وظائف اللغوية لان وظائف اللغوية هي الغرض من اي لغة اصلا هو communication او التواصل تمام كده فاحنا هنا هنفكركم لو انت بتشكر حد يتشكره ازاي او لو بتود على الشكر لو حد بيحذرك من شيء بتود ازاي لو حد مسلا بينصحك هو بينصحك ازاي والستك بتقبل النصيحة ازاي تعالوا نشوف على الشاشة مع بعض يلا كده بيقول لي في الشكر ممكن اقول كلمة thanks او thanks lot او thank you so much او thanks a million يبقى دي كلها تعبرات بتدل على الشكر اختار اللي ريحك طالوا انت اللي بتكتب لكن لو مكتوب يبقى انتش فاكر كويس او لكلمة thanks a million ده مش بيعدل الشكر يعني هو عزل شكرا جزيلا ممكن لي a thanks so much او ممكن thank you for your help او thanks for your help شكر عن مساعدة to thank somebody او thanks to you لكن اشكرك على شيء تبقى thanks to you for your help thank you for helping me تمام I really appreciated I really appreciate appreciate او appreciate لكن صح معناه اقدر ذلك ده نوع من الشكر فلو بحد بيقول لي I really appreciate it انا اقدر هذا الشيء يبقى اكيد هو او انا عملت شيء فهو بيشكرني I am really grateful نحفظ كلمة grateful مش اه اه انتعظونا اي جايب بعد تي مش قبل اي من الثانية great يعني عظيم لكن ده grateful ممتن شاكر I am really grateful انا ممتن او انا ممنون زي بنقول that is so kind of you يعني لطيف منك هذا so زي كلمة very that is very kind of you طيب الرد حدي بيشكرني ردي ايه حدي بيقول لي thank you you are welcome no problem don't mention it يعني مفيش داعي تذكر كلمة يعني متقولش my pleasure it is my pleasure من دوعي سروري it has been a pleasure ده الشيء يعني يسعدني ان نعمل كده لنساعدك يعني in a time glad to help انا سعيد بالنساعدك glad مبسوط او سعيد it was the least I could do حلو او التعبير توضى ليست I could do اقل شيء ممكن نعمله توضى ليست ليست الاقل انا ممكن اعمله طبعا لو حدي بيشكرني تمام طيب في اعتذار بقى انا بعتذر بقول I am sorry that انا اسف وبعدها جملة كاملة زي مثلا I was so late yesterday انا اياسف ان كنت متأخرين بارح I was sorry that جملة كاملة أو it is my fault لغلطتي it is my fault I am taking responsibility for the problem يعني انا مسؤول عن هذه المشكلة I am taking responsibility take responsibility يكون مسؤول for the problem I should have I should have طبعا should have دايما have تصريف تالت يعني انا بعتذر فبقول كان واجب اتصل بي تبقى I should have phone ديو كان لازم احذرك ومحصلش بلوم نفسي I should have phone ديو W-A-R-N-E-D ما عملتش الواجب والمستر بيلومني تمكرة او بيعقبني Spanish in me فبقوله I should have done my homework طيب انا مسألة كانت في مكان واخدت مخالفة the policeman find me F-I-N-E وبعد كده في past D find me يعني غرامني لفعني غرام وقلت I should have I shouldn't have pocket here ما كانش واجب اركن هنا shouldn't have pocket P-A-R-K-E-D ده كده كله اعتذار طبعا should have تصريف كام tell it وبعد كده مثلا I should have called you and told you I'll او I'd be late كان واجب اقولك انها تأخر تمام اذا رجعت البيت متأخر او مثلا بابا وماما بيتلومك بتقولك الواجب اقولك انت هنا بتعتذر اتفقنا الرد that is okay خلاص عفونا عنك no problem I don't worry about it خلاص I forgive you اسامحك تمام كده أو do not do such a thing again don't do such a thing again بتعملش كده تمام I forgive you this time but if you do this again I'll punish you طيب في المكلمة التلفون لو بعض المكلمة بقول طبعا hi hello this او this is انا بعرف نفسي انا بس اتصل بيكو بقولكو مسلا hi hello this is محمد this is محمد speaking بيتكلم تمام كده او hello محمد speaking لو عايز اكلم حدي فبطلب مسلا اكلم بباوك هقولك may I speak with your father please may I speak هنتحدث مع may I speak with your father please طيب انا بقى اعز اتأكد من اللي معاها الخطة is iman there ومنازمة طبعا ايمان مفتقدها النهاردة يكون معنا بكر ان شاء الله is iman there I am calling about انا باتصل بخصوص بقى I am calling about وروح اي للسبب تصبص مسلا I am calling about مسلا our meeting او مسلا tomorrow's meeting اجتماع الغد مسلا she is not here حدي برد بيقول لي لاسف مش موجودة would like to leave a message would like to leave a message تحب تترك رسالة would like to leave a message تمام حدي كمان ولي مسلا hang on a second please طبعا ده informal ولكن وارد جدا في المحادسة hang on a second يعني انتظر hang on انتظر لحظة او ثانية one moment please one moment please يعني لحظة من فضلك could you ask her to call me back ممكن اطلب من الشخص تصل بها مرة ثانية يبقى could you ask her to call me back please ممكن طبعا هات الحوار thanks for calling شكرا على اتصال الكلمات دي كلها او جومة دي كلها وارد اسمعها لو بيحصل اتصال او خلال محادسة تليفونية طيب انا بطلب عشان عرف معلومات اكيد طلب المعلومات احبي يعني بيستخدم فيه كلمات استفهام يعني لو انا مثلا بسأل عن مكان اكيد بسأل عن كلمة وار بسأل عن عدد مثلا number how many عن كمية بhow much يبقى انا اصدقل السؤال عن الانفوميشن بستخدم الكلمة المناسبة يعني طالما دي حاجة مفتوحة سؤال المعلومات يعني فدي الحاجة الاوسعة والحاجة الاكتر استخداما يعني او مثلا بستخدم زمعون yes no question يعني اقلت مثلا عن معلومة هل ذكرت مثلا اوديت كويس بالعربي مثلا did you do well in مثلا the Arabic exam did you do well سألت yes no question متوقع طبعا تقول لي yes مثلا we hope so نتمنى كده تمام فاصبح ان انا asking for information دي حاجة مفتوحة اكتر يعني غير thinking غير blaming وتبقى حاجات يعني مقفولة شوية تمام او فيه تعبارات معينة هنا بقى في الصالة المعلومة حاسب المعلومة اللي انت عايزها تمام سألت عن عنق نهر النيل مثلا اكيد ارتفاع جبال المؤطن مثلا how high المؤطن مثلا mountain and so on تمام تعال نشوف كده على الشاشة مكتوبة عندي ايه فيه خاصية او فيه جزء خاص ب asking for information بيقول لي could you tell me I'd like you to know انا عايزة اعرف يبقى could you tell me او I would like you to know او do you know او do you have any idea او حتى I was wondering او I am calling to find out بطسش نعرف طبعا بستخدم لو انا بتكلم في التلفون فاكيد بقول I am calling to find out انا بتصل على اساس اعرف كذا فهنا شوفنا could you tell me I would like to know ده كل سؤال او طريقة للاستفسار للمعرفة طب الرد يكون ايه بقى I have no idea I have no clue ما عنديش دليل ما عنديش فكرة idea او clue هنا بمعنى فكرة ما عنديش فكرة عن الشيء ده I can't help you there ايسف ما قدرش اساعدك I am really sure I have been wondering that too ايش بتأكد دهنا زي زي ايه زي بقول I have been wondering that too انا كنت بتسائل نفس السؤال ايضا اوكي شوفنا كده احبائي نحنا النهاردة على مدار ساعتين كنا بنتكلم في الجزئية الخاصة بالدالك فقط المحادسة شوفنا الفراغات ست فراغات بنكمل ازاي الى اجزاء اللي ممكن تكون نقصة ازاي تعامل معاهم فكرتكم بالتعبارات اللي بتدور في اماكن محددة وشوفنا من خلال لو بشكر شخص او بلوم شخص بتعامل معها ازاي والرد اكيدنا نستكمل الكلام ده واكيد عندنا محادسة كثرة جدا جدا الجواب عليها طالما احنا لسه عندنا وقت ان شاء الله ليوم التلاتة الجاي بكرة ان شاء الله من تمامة العشرة في حلقة او في ساعتين كما توصلين اتمنى طبعا تكون نسي مال معايا واتمنى لكم التوفيق ونذكر بهدوء تام كده وان شاء الله الدرجة النهائية في الدغة الانجلزية until that time good luck and good bye